مع تواصل لفظ سواحل جهة سفيقس لجثث غرق الهجرة غير النظامية بشكل يفوق طاقة استيعاب منظومة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورغيبة يجري العمل حاليا على تهيئة مقبرة خاصة بالهالكين من المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين شهد المستشفى الجامعي الحبيب بورغيبة وبالتحديد قسم الطب الشرعي وبيت الأموات تدفق عدد كبير في المدة الأخيرة من الجثث ضحايا الغرق وهذا مرتفع طاقة الاستيعاب منتع البيت الأموات وقسم الطب الشرعي هي طاقة محدودة لـ 535 على أقصى تقدير 40 جثثة إلا أن العدد فاق طاقة الاستيعاب هذه وبالتالي لازمنا تدخل سريع لنحل هذه الأشكال هذه المدير الجهوي للصحة حاتم الشريفة أكد أن مختلف المتدخلين يعكفون على إيجاد حلول عاجلة وآجلة لهذا الأشكال لحل حالة الوضعية من بينها إنجاز مقبرة للمهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين المدير العيد هو تفاوت كان عدد محصول شوي طوى فات المياه حتى 140 جثثة وهنا كما قطت لك هيك علش التدخل كان بأسرع ما يمكن وهنا قاعدين هنا نلوجه في حلول إن شاء الله هتكون حلول فعلية عملنا خطوة كبيرة نحو الاتفاق وكما دي منعود بالتدخل من سلطة الأشراف بالتعاون مع سيد وزير الصحة والسيد وزير الداخلية بشأننا نعمل نظر في إمكانية مقبرة خاصة للجثث هذو ما ومن جهة ثانية احنا تم مراسلة المفوضية السامية لشؤون الداجئين للنظر في اقتناء أرض وتخصيصها لدفن هالمهاجرين هذو ما خاطر حتى احنا توا القماش معنا نحن قاعدين لجور وجور معناتها نبذلوا في مجهود وقصار الجهد بمختلف الامكانيات متاعنا باش ننفروا أراضي باش ندفنوا واتزادتنا هالأعداد هذية وهي قاعدة في تزايد كبير دونكيزم تضافر كل الجهود وسط هذا كله لا زال عدد من أهل بعض المفقودين من التونسيين يطالبون السلطة المعنية بضرورة بذل مجهودات أكثر لتقف أثر أبنائهم المفقودين وسط البحر